الوصية كما تعلمون أيها الأحباب قد تكون واجبة أحياناً وقد تكون مستحبة واجبة فيما إذا كان الإنسان مديوناً بدين لأناس أو مديوناً لله عز وجل أنت عليك صوم عليك صلاة عليك حج لم تعمله لم تقم به العقل يلزمك لكي لا تفوت هذا أن توصي به لأن أنت قوة ما عندك انتفاقية يا ملك الموت متيجيك قد يأتيك على حين غفلة طيب لم توصي بذلك ضاع عليك ضاع عليك تحاسب عليه يوم القيامة لا سيما قسم من النساء الأخوات العزيزات الفاضلات السامعات المرأة غالباً أولاً في كل شهر رمضان عدها دورة شهرية وبالتالي سيجب عليها عدد من الأيام لازم تقضيها أحياناً تنسى هذا الأمر تغفل عنه تتراكم عليه أول بلوغها أيضاً من عمر عشر سنوات قسم غير قليل من الفتيات في ذلك السن إما ميصوماً وإما ميل تفتن اليوم واحدة تكتب لي أنه أنا الآن عمري 17 سنة بس من حين بلوغي يعني من عشر سنوات يمكن ثلاث أربع سنوات أنا ما صمت لأنه أهلي ما علموني هذا بالعكس كانوا يقولوا أنه أنت ضعيفة وما تقدري وإلى آخره فالآن شنو أسوي؟ يجب عليها القضاء إذا ما وجب عليها الكفارة لا أقل من القضاء قطعاً يجب عليها زين هذه ثلاث أربع سنوات لازم تقضيها وتسعى فيها أدفع فدية أو كفارة لا ما يفيد هذا الحشي ما يفيد يجب عليها أن تقضي ما فاتها إلا أن تكون مثلاً بلغت من العمر عتياً لا تستطيع أن تصوم فيجب عليها أن توصي بأن يصام عنها وهكذا الحال بالنسبة إلى الصلاة الرجل أو المرأة وفي ديون الناس أيضاً يجب على الإنسان أن يوصي بما أهم الليلة هذه إذا أحد لا سمح الله امرأة أو رجل في هذا المجلس إن شاء الله لا يوجد أحد من النوع بس إذا أحد إلى الآن ما أوصى خليه يروح ويوصي بوصيته ما رح يجي ملك الموت أنا متأكد لا تقول كنا ساكتين عنه وهو ساكت عنه الحين نبهنا لا ما رح يجي إلا إذا حان الأجل طيب من هذه الليلة اكتب وصيتك ما عليك ما لك ما تريد أن يصنع لك كثير من الأحيان وشفنا هذه حالات رجل عند أموال يموت بلا وصية وأولاده بدل السيارة تصير سيارتين وبدل البيت بيتين وبدل السفرة سفرتين وهو حسب التعبير يتحسر على زيارة وحدة أو ختمة قرآن في شهر رمضان ما يقدر يحصل لأنه ما أوصى كل واحد أخذ قسمه ومع السلامة طيب فبادر لنفسك في هذا أوصي بوصاياك الواجبة أوصي بوصاياك المستحبة أوصي أيتها المؤمنة بوصاياك الواجبة أوصي بوصاياك المستحبة هذا الوقت قبل بكرة لأنه لا ضمان للإنسان قد واحد يطلع ما يرجع قد ينام ولا يجلس وهكذا وقد يجلس ولا ينام إلا نومته الأخيرة فمن الحكمة والعقل أن يبادر الإنسان إلى الوصي